السلام عليكم كيف تماما لبس عليكم زيانين تمنىكم تكونوا الاخير والاخير عواش لكم بروكاة دخل عليكم رب العيد بالصحة والسلامة والعمار وتفرحوا فيه يا رب العالمين مع العائلة ديالكم وليك تبغيوهم ويجعلنا ربي من المقبولين عنده الله يعطيكم كل ما كيتمنىش حاجة لكيتمنى الدرية يا ربي حيو تطياله وليكيتمنى اي حاجة يا ربي تحققه لا فهذا فهذا الايامات المباركة يا رب العالمين نشارك معكم تحضيرات اللي عملت رمضان يعني مش رمضان العيد العيد شنو شنو وجيت غنشارك معكم واح الكيكا اللي كتجي غزالة وتمر لي عدلتو واح الحشوتها هي كتجي فننا بالنسبة للكيكا كيتعجبني هذي الكيكا دين عمنا في صباح للعيد كتكون بلقي رقع التمر كتعجبني وحتى الزوجي اللي كتعجبون فاقولت غادي نعدل هذي كامل فيها خمسات بيتات كازد الزيت كازد السكر وكازد الحليب ساشية ديال سكر الفاني تقدروا تعودوا بزهرة البرتوقل عندي خميرة ديال 15 قرام ودقيق حسب الخالد أول حاجة غادي نبدأ بها غادي نملك خمسات ديال بيتات بحرارة الماطبخة بطبيعة الحل وغادي نزيد عليهم كازد السكر وصاشية ديال سكر الفاني عفتوا بنتهي الكيكا هذي والله العاديم كتجي فننا فيننا 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 كتجي غزالة نصحكم انكم تجربوها غادي تعجبكم بزف كيجي فيها وحل ماداق واعر ذيكي القرقع كيتلقي الماداق ديال وفيها والتمر كتجي فيننا بالنسبة للكمية وقرقع ديالتمر تقدروا تعملوا ايضا نصر بعض ديال القرقع او لا اشحان ما كانت عنكم الكمية يعني اذا كانت عنكم الكمية بزف كان احزن مش كتعطي ديالك ماداقم زيوان كما كنت تشاهدون ان نطرب السكر مع الفاني تاكي يرجعوا لي بوية هيدا عادي كما نزيد عليهم السوائل دائما انا كنا نعمل هادا طريقة هذي كتجيني ديالكيكا ما كتجيني شيم داقصة كتجيني مفشوكا جيني خاوية هناك كان نبقى نهبط ذيك الزيت في حل خوية وانا كنطرب كما قلتكم خمسة بايتات كازد الزيت كازد السكر كازد الحليب وما بغيتش نعمل كميات ديال السكر بزف لحساب التمر كيكون حلو شويش فكل ما نقصتم مزعمل كميات الحلاوة كل ما مزيانة صافينا يا من بعد ما زيدك كاز ديال الحليب دا بغادي نزيد الدقيق شوية بشوي يعني كنزيد شويو انا كنطرب وقبل ما غادي نسالي الكمية كاملة ديال الدقيق غادي نزيد داك القرقاع والتمر اللي عملتهم في الدقيق تحاولو هيدا تعملو لهم تقيق بشي مكاورو لكم شيف قاع ديال المول ويتحرقو فهمتو يعني ما إلا خلق عملتهم هيدا مباشرة في الكيكا ديالكم غادي يتحرقو لكم وما كان عملو مشي في اللو قبل ما نعمل تقيق كان عمل تقيق شوية تلك نحس بها صافي غادي توصل للقاوام اللي انا خصني بعد كما كتشوفو غادي نضيف عليها هذا القرقاع والتمر مع تقيق بطبيعة الحال قرق قطعتو استيتو وطمر قطعتو استيتو يعني حيط له لعطم ديالو نسحتو قطعتو استيتو صافي غادي نطرب وغادي نشوفو شباقي غادي نزيد الدقيق ولي ما خصني شي كما خصاش تكون قاصحة بزاف او تخليوها شي جريا بزاف يعني تكون معو طماقه صحة مخفيفة بش يجيكم فش فشة وني يضيف داك الخميرة ديال خمستاشر قرام واللي عندو ديال تمانية قرام يستعمل جوش يعني ديال خمستاشر قرام او ملت مناو حدا صافي غادي نستعمر فتا الطريب دياله غادي نشوف القوام دياله اللي اللي كاخسنين حصل عليه انها جبت هاد المول هدا انا مربعت وما تقدروا تستعملوا اي مول عندكم او او انا استعملت هادا صراحة كتخارج هي كمية اللي هي الطريب فس كتخارج تبارك الله اللي هي مزيونة صافي غادي ندخل الفرنطيب على الى 180 دراجة انا طبرا دائما كنت هنا مزيان بالزبدة صراحة ما تلسقلي شي دائما الكي كنت هنا التابلة بالزبدة فما كتلسقلي شي زعم صافي من بعد ما طابت خرجت غا نزوق لوجه كعجبني هات تزوق دياله تقليدي العادي سكر سقيل كالرشو لها لوجه دياله ثم تقدروا تدهنو هاي هادا بالنبا جتعملو لطريفة الدقار تقدروا تزوقو هكيف مبغيتو انا كعجبني نعمل هات تزوق هذا سوف نقطع معاكم و سوف نقوم بطبيعة الحواشي سوف نقوم بطبيعة الحواشي و سوف نقوم بطبيعة الحواشي 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 اشتركوا في القناة سوف نقوم بحشوة العادية سوف نقوم بحشوة جمزة بخاليني اللوز مع الفيوتين مع شوكلاة الحليب حشوة الغزالة ثلاثة مختلفة المترجم للقس اتمنى ان تكون مناسبة و افرح انا ازول الماء او مصحب او مصحب او مصحب او نقوم بخاليني او مصحب او ثاني كميل او مصحب أعطينا بخاليني لا تقوم بخاليني لا تقوم بخاليني سوف يأتي بخاليني فضلت أني نحييض له السكر سنتقوم بخاليني ومن بعد ضيفت عليه طبقة المقرمشة ليس طبقة المقرمشة حفوان تكون فيها تقرمشة وعملت عليه التوكولات بالحليب عملت عليه 4 مربعات لا يوجد كمية كبيرة فعملت عليه وخلطت وعملت في هذا البوش ونعمر بهم تقوم بخاليني لا تقوم بخاليني لا تقوم بخاليني سوف يزيدون التوكولات سوف يأتي بكثير سوف يدوبت التوكولات سوف ننزل في التفصيل هذا الشكل سوف نقوم بخالفة وفريرو وفريرو سوف نقوم بخالفة ثلاثة ثلاثة سوف نشارك معكم هذه الطريقة تقدروا تعتمدها لها قبل أن يبس التوكولات سوف ننزل على الجرقعة سوف نقوم بخالفة نحن تحضير لها 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 لا يتصبح لها ثلاثة لها ثم نأخذ الشكلة فوق البيضة نجد الجرق طرق السلطة طرق السلطة اشكال طرق السلطة طرق السلطة جرق طرق طرق السلطة طرق السلطة لتنشر نضيفه في كاكاو المور نضيفه ثلاثة تكويلة 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 نضيفه ثلاثة تعطيه نضيفه ثلاثة تكويلة نضيفه ثلاثة تكويلة نعمل ديال العيد. هنا كيف ما كنتشوفو غادي نعمل ديال الساشيات كنت شريتهم من اليكس بريس غادي نعمرهم عيدة بسقاطة عيدة كان نعطيها نوليدات لوسي ودك شو غادي نعدي لواح واح اللعبة تستيتون هيدا غادي نعطيهم عيدة ديال صحبهم ديال ولادي والعيال ديال المغربة اللي غادي يكونوا في الباركي لحسب صفي ما غاديش نشوفوه من نهار ديال العيد حتى وما ما كيجيبوش ولادو صراح ايدا نخلقو ديالاجواء وخا صراحة رب اللي عالم هنا ما كيناشي شي اجواء وخاكا نبغيو نخلقوها وخبز زاف ديال الحاجات صراحة مكناشي في حال في حال العيد في بلادك وكيكونوا ديالاجواء كيكونوا مزيونين والعيال في مخرجوك كيشوفو ديك شيف الزانقة وما نشوف حال حنايا هنا صراحة يعني احنا نخلقو ديالاجواء يعني احنا مغربة مكنت لقوا مع بعض ديالاجواء كانت عودوا ديك ولكن مكنت تخشي ديالاجواء ديالعيد وحالي كتكون في المغرب اولا مع عائلتك صراحة كينا وح النقص لي هو كبير هيدا حاولوا نخلقو الاجواء كان حاولوا كان حاولوا نخلقو الاجواء وصافي بشو لدنا توم يحسوا بدك النهار هاداك مكن ديوا مشي للمدرسة الحمد الله ديالعام هادا اه اعطاونا هيدا قلسوهم خارجونا وحال الخستي في كانتي ان ولادنا عندهم حق يقلسو الله ومالك الحمد يعني انا كنت كان قلسوهم وخاصرحة ما كانت كينا لا وح الخستي في كانت تتعطيها للمدرسة ولا تشي حاجة كنت كان خليهم عمرهم مسرحة البروفيس ما قالوا لي شي حاجة الحمد لله مويم كان خليهم ديك نهار هاداك بش كي يحسوا كان خلاق الاجواء في الدار هيدا كان زيالهم الدار كان عطيهم هيدا الحاجة اللي كي يعجبوهم وصف يعني كما كتعرفوا يعني كما قلتكن المغرب عاي سمعوا صلاد العيد عاي سمعوا بزاف ديال حاجة وخانا يا ابراهيم كي مشي معبه يسحق باقي صغير إبراهيم كي مشي معبه هنالجامع وذيك شي ولكن كما قلتكن صراحة كي يجي فارحان كي يكونوا مغاربة بزاف كي يجي فارحان كي يجي فارحان كيكين هذيك الاجواء ولكن ذيك بينه ذيك صوت ديالجامع وذيك شي صراحة كنفتاق ده بالزايف وما كاتبت الله يعني ربك تبع لنا أن الإنسان يتغرب يعني علي تحس بي أي وحدة في الغربة صراحة كان بان وفرحانين وكل شو لكن كين ذك النقطة ديال العيد كين ذك بزاف ديال الحاجات كتحس بيهم ما شو ما هادوك كتحاول هيدا تخلق الأجواء مع أولادك كتحاول هيدا تحس بذك الأجواء ديال العيد ولا ديك يجوهم ديك شي مختالف يعني إذا كنحاولوا نعملوا جد ديال نان بزاف ديال الحاجات كنعملوهم بيش يكون بيش يكون ديك شي مبدل بيش هوا ما يحسوا بغتي نشارك معاكم هيدا التحضيرات ديالي نعطيكم هيدا وحدة طاقة إيجابية شوفوني شنو وجدت كانت ونس معاكم هيدا مي كان عمل لي فيديو الصراحة كان حس أنني كان شارك معاكم هيدا شنو كان نعمل حتى أنا كانت لها معاكم وصف يعني ماشي يعني ماشي بيش وريدكم هاتشهادة بيش زعمارها شوفوني أنا شنو عملت ولا بالعكس يعني أنا باش كشارك معاكم ديك شي اللي كعجبني وصافي صافي هيدا عملتهم مايدا في البندية خهدوا غدين نعطيهم لوليداتهم دراسة وان شاء الله هيدا غدين نزعم لوليدات ديال العائلة صافي هيدا شي كامل شريطة ابنتهم من اليكس بريس تزينا ديالعيد شريطة من اليكس بريس صراحة هيدا ديك شي مزيون وفي نفس الوقت أرخص السلام عليكم ونطلقوا فيديو جديد اشتركوا في القناة